بحسب مصدر في نادي الزمالك كيف أقولك ده مصدر في نادي الزمالك اللي قال هون هحكي لك الحكاية بالزلط النهاردة أحمد فتوح تم إخلاء سبيله في القضية المعروفة دفع كفالة خمسين ألف جنيه وتم إخلاء سبيله إخلاء سبيله ده بس عشان الناس هحكوا لنا بينها شوية في الحاجات دي فاهمين في القانون شوية إخلاء سبيل ده مش معناها إفراج إخلاء سبيل يعني القضية شغالة بس هو على الأسئل هو في الشارع هو في بيته تمام لما الجلسة تتعامل ويبقى فيها حكم سواء بالبراءة أو بالحكم عليه دي قصة تانية سيبك من الحكاية دي سيبك من الحكاية دي ومش بحب أخشها خالص عشان دي فيد القضاء فهدام الحاجة في يد القضاء لا فيها رأي ولا فيها معلومات ولا فيها أي حاجة لحد ما تخلص نبقى نتكلم فيها ونقول كل حاجة أحمد فتوح بحسن مصدر في نادي الزمالك الباب ما فتوح له أنه يبقى موجود في تدريبات نادي الزمالك يعني الزمالك مش ممنع أن أحمد فتوح يرجع للتدريبات لو حالته النفسية والمعنوية والبدنية تتحمل ده وبرضه الزمالك ما عندوش منع أنه اللعن ما يبقاش موجود في التدريبات تقديراً لهذه الزروف بحسب المعلومة الأكيدة هو خارج حسابات نادي الزمالك في مباراة الصوبة الأفريقية تماماً تماماً المصدر في نادي الزمالك قال لنا أنه مرحب به أنه يعود للتدريبات في أي وقت إذا رغب في ذلك هو نفسه هو نفسه تبقى لظروفه النفسية اللي بيمر بيها في الوقت الحالي ده فيما يخص أحمد فتوح